مبادرة جديدة ومختلفة في إطار تحديارات مصر لمؤتمر المناخ انطلقت قفلة الشباب والمناخ في عربية صديقة البيئة حتلف في مصر كلها للتعريف بقضايا المناخ إذا ممكن نساهم في مواجهة التغارات المناخية كل دي أبكار حتترحق العربية وخلينا نعرف أكتر تفاصيل عنها من ضفنا أحد المشاركين في رحلة القفلة شريف الرفاعي استشاري تغير المناخ في يونساف مصر أهلا وسهلا بيك نورنا ومشارفنا صباح الخير عليكم أهلا بيكم صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين إيه الفكرة؟ الفكرة لطيفة أولا الحقيقة أنه الفكرة جات من منطلق أنه في مبادرات كتير ممكن نشوفها في بعض المدن خاصة المدن في القاهرة الكبرى فإحنا بنتكلم على أنه في نوع من أنواع العمل المناخي الفعال واللي موجود بالفعل داخل القاهرة الكبرى بالإضافة الإسكندرية لكن في نوع تاني من أنواع عدم التضمين للمحافظات المختلفة فإحنا بنتكلم على أنه يكون فيه مساحة للشباب والأطفال في المدن المختلفة وفي المحافظات المختلفة لأنهم يشاركوا في العمل المناخي وأنهم يكون عندهم مساحة لده إحنا مش بس هندعم الأفكار اللي الشباب بيقدموها في المدن والمحافظات المختلفة لا إحنا كمان هنقدم لهم جلسات مختلفة للتعريف بتغيير المناخ هنقدم لهم دعم تقني وهنقدم لهم دعم مهني فيما يتعلق بالقضايا المناخية وكل طبعا الأنشطة والفعاليات اللي هم بيقدموها فيما يتعلق بالعمل المناخي على مستوى 26 محافظة من أصل 27 محافظة في مصر إحنا ننظرهم هنروح لحد عندهم إزاي الاختلاط هيكون بالشباب وإزاي التفاعل معاهم وإزاي حتنزل لهم وحتواعيهم خليني أضرب نموذج عتروح لمحافظة في الصعيد حد مثلا متعلم تعليم متوسط أو عنده محو أمية هتعرفوا كيف قضية زي دي وهو كل إمكانياته والأسعار والارتفاع والمشاكل الاقتصادية هتعرفوا كيف ننمحنا في خطر داهم على الكوكب يعني طيب خليني أولا حدودك أن الأصل المبادرة بتشتغل على حاجتين تمام الحاجة الأولى هي أنه بالفعل فيه فعاليات شغلة هناك يعني سواء من يونساف أو من الجهات الشريكة لها وزارة الشعاب ورياضة وزارة البيئة عدد مختلف من وكالات الأمم المتحدة أو حتى من منظمات المجتمع المدني والشباب والأطفال اللي موجودين هناك بالفعل فيه هناك نشطاء أو شباب أو أطفال مهتمين بتغيير المناخ وعندهم مساحة أنهم ينظموا شيء فإحنا بنوح ندعمهم هناك لكن المستوى الثاني حاجة بتتكلم عليه هو الشباب أو الأطفال اللي هما أصلاً محتاجين أن هما يعرفوا لكن لسه يمكن يكون مش عندهم المعارفة الكافية فيما يتعلق بعضية التغيير المناخ إحنا الحقيقة عندنا محتوى المحتوى ده إحنا عملنا له تبسيط وتوطين لأنه أنا مش هقدر أن أتكلم مع شخص في محافظة في الصعيد زي ما بتكلم مع شخص تاني في محافظة في القناة مثلاً أو شخص تالت في محافظة في الدلد فإحنا حاولنا على قد ما نقدر أن نبسط المحتوى بما يتناسب مع الفئة العمرية أولاً ثانياً الخلفية التعليمية ثالثاً الهوية بتاعة المحافظة اللي احنا بنتعامل معها حيث أنه المحتوى اللي هيتقدم في الدلد غير المحتوى اللي هيتقدم في المحافظات النائية غير الصعيد غير القناة طيب أنا أخد من كلام مصطفى الصورة الدرجة عندنا في الإعلام أن المحافظات الحدودية حظها دايماً أقل في التعليم وفي الوظائف يمكن إحنا شايفين الفترة الأخرانية إزاي في طفرة وإزاي المراكز خلاص ما بقاش الناس محتاجة تنزل القاهرة دا وأهلينا في المحافظات الحدودية بالذات الأكثر تعرضاً وتأثراً بالتغيرات المناخية خصوصاً أن احنا مثلاً متعودين أن احنا في الصيف الجوحر في محافظاتنا الحدودية احنا شايفين مطرة خفيفة مثلاً نزلت الصيف دا أكتر من مرة فهما متعودين أن يحصل شكل من المناخ شايفين أنه بقى مختلف خاص فأعتقد دا مدخل ممكن تكونوا أنتوا بتعتمدوا عليه في أنكم بتتناقشوا معهم وهم ممكن يكونوا أكثر استعداداً واستعاباً على غير المتوقع لأنهما بيبقوا شايفين دا ولمسينه بالفعل دا حقيقي فعلاً المحافظات الحدودية عندنا في مصر خاصة المحافظة البحر الأحمر هي من أكتر المناطق المتأثرة بتغير المناخ في مصر دا فطبعاً الدلتة لأن الدلتة هي منطقة من أكبر ثلاث مناطق على مستوى العالم تعرضاً للتأثيرات المناخية دلتة مصر هي واحدة من ثلاث أكتر مناطق على مستوى العالم ككل متأثرة بتغير المناخ والكارسة أن فيها أغلب ما حصلنا الزراعية وزراعاتنا والأمن الغذائي فينا دا حقيقي يعني مثلاً خليني أقول لحضرتك أن الـ IPCC في تقرير لي آخر تقرير لي قال إنه الدلتة معرضة أنه يختفي منها 20% قبل سنة 2100 فإحنا بنتكلم على نسبة كبيرة جداً من الدلتة ويعيش فيها عدد كبير من السكان المصريين زي ما حضرتك قلت يعني قيمة زرعية وقيمة صناعية واقتصادية كبيرة وإحنا بنتكلم على إنه الدلتة بالإضافة لبعض المحافظات النائية خاصة المحافظة البحر الأحمر هي من أكتر المناطق المتأثرة بتغير المناخ إحنا الحقيقة هنزور عدد كبير جداً من المحافظات النائية أو المحافظات الحدودية هنزور عدد كبير جداً من المحافظات النائية أو المحافظات الحدودية هنزور عدد كبير جداً من المحافظات النائية أو المحافظات الحدودية هنزور عدد كبير على البحر الأحمر أن نكون موجودين فيها خط السير حيباً تكلمني عن الجغرافيا ومن أين ستبدأ ومتى ستنتهي والجدول الزمن الخريطة على الوطن المصري ستبقى عاملة الحقيقة كان الهدف بتاعنا أن ننتهي في مؤتمر الشباب لتغير المناخ ومن بعده مؤتمر الأطراف للاتفاقية الأطراف كاب 27 نحن نبدأ مبارح من محافظة القاهرة النهاردة نحن موجودين في محافظة الجيزة غدا نحن موجودين في محافظة بنسويف بعد كده نكون موجودين في كل محافظة يعني كل يوم أو يومين على حسب طبعاً حجم وعلى الفعاليات الموجودة يعني طبعاً بيتم تغييره فيه فريق أساسي ده موجود سواء بيتابع بشكل مركزي أو بيتابع مع القافلة وهي بتتحرك وفيه فريق تاني بيتم تغييره حسب المحافظة لأنه طبعاً حجمك يكون عندك فعالية في بنسويف أنا عندي فعالية في محافظة الغربية حد تالت عندهم فعالية في محافظة إسكندرية فإحنا بنحاول على قد ما نقدر أنه يكون فيه تضمين لأشخاص اللي بينظموا الفعاليات طب أنت هتنزل جنوباً كده قايرة جيزة بنسويف وبعد كده نزلت جنوباً الجيزة بعد كده بنتكلم على بنسويف بقية محافظات الصعيد بعد كده هنرجع تاني للفيوم هيبقى عندنا برسة مطروح إسكندرية ثم محافظات الدلتا كلها ثم محافظات القناة جنوب سينة بعد كده هنكون موجودين طبعاً في مدينة شرم الشيخ في جنوب سينة عشان نكون موجودين في الحدثين سواء مؤتمر الشباب لتعايير المناخ أو مؤتمر الأطباب إحنا في تطفير للجهود بينكم وبين الجهات اللي بتشتغل بالفعل على الأرض موجودة في المحافظات دي يعني أكيد الشغل تكاملي بينكم وبين بعض مش بتبتدوا من الصفر الناس عاملة مجهود بالفعل وإنتوا بتعززوها بالدعم ده حقيقي بالفعل يعني إحنا مثلاً إنباح كنا موجودين في محافظة القاهرة الحياة محافظة القاهرة عملت معنا دور كبير جداً في الموضوع ده خاصةً بنتكلم على مديرية الشباب ورياضة في محافظة القاهرة كان فيه دعم وكان فيه استقبال رائع الحقيقة وكان كمان فيه متابعة للمبادرات اللي بدأت بالفعل في محافظة القاهرة فإحنا بنتكلم على إنه لو فيه أي فعلية أو نشاط أو منظمة مجتمع مدني أو مجموعات شبابية أي نوع من أنواع المبادرات أو الفعاليات اللي اللي هي علاقة بالعمل المناخي القائمة بالفعل إحنا هندعمها نحاول على الدم أن نقدر أن نكون موجودين معهم ومن ناحية تانية لو فيه أي مجموعة عندها اهتمام أن يتعرف أي شيء يتعلق بتغير المناخ إحنا برضو نحاول من ناحيتنا أن نقدم لهم ده كلمنا عن مشاركة فنان الجميل والمحبوب أحمد حلمي أحمد حلمي هيعمل إيه معاكم؟ الحقيقة أحمد حلمي يعني مش بس القافلة المتعلقة بتغير المناخ لكن يعني يمكن أحمد حلمي ضمن عدد كبير جداً من الفنانين موجودين في يعني سفراء النواية الحسنة لمنظمة يونيساف في الشرق الأوسط فالحقيقة الفنان أحمد حلمي كان موجود معنا في حفلة الإطلاق وطبعاً هو يعني أبدأ يعني رغبة وساعدة كبيرة جداً بالمشاركة في المشروع ده قد يكون موجود معنا على مدار الفترة القادمة في عدد من المحافظات ده مش تأكيد ولكن يعني هو أبدأ رغبة في حاجة زي كده وطبعاً فكرة أنه يكون موجود معنا في حفلة الإطلاق دي حاجة بتأكد على دوره الكبير الحقيقة وعلى اهتمامه وعلى اهتمام طبقة المثقفين والفنانين على صدق مشاعره فعلاً ده حقيقي بالزبط فيعني أعتقد أنه دي إشارة كويسة وواضحة أنه نموذج يعني شاب ومحبوب من الشباب المصري زي أحمد حلمي يكون موجود بحاجة زي كده أعتقد دي لها يعني قيمة تصميقية كمية للموضوع الفعاليات اللي بتجرى علشان تكتذب ناس مكادش دي في قيمة اهتماماتها ولا دي في قيمة أولوياتها ممكن نكون بنعمل ايه غير الشكل التقليدي للندوات علشان نقول للناس تعالوا احنا عايزين نحكي لكم حكاية التباير المناخ يعني خلينا أصلا نبدأ من فكرة العربية اللي بتحرك نفسها الفان التصويق بتاعها الشكل المختلف بتاعها احنا نباره احنا بنتحرك الناس شايفة عربية شكلها مختلف فيه لون أخدر وفيه حاجات مختلفة موجودة فالناس بتوقفنا بتقول لنا ايه ده انتوا بتعملهم ايه فبنبدأ ان احنا نتكلم معهم احنا بكلم حضرتك على القاهرة يعني فاحنا بنتكلم ان احنا لسه بنبدأ اول يوم من اصل شهرين فاول يوم مبارح احنا شفنا الحياة اهتمامه وتجاوب بالناس كتير جدا حتى واحنا ماشيين في الشارع انتوا مين انتوا بتعملهم ايه ايه تغيب المناخ ده طب انتوا شايفين الموضوع ماشي ازاي طب لو احنا عاوزين نبقى موجودين معكم بعد كده نبقى موجودين ازاي فيعني عاوز اقول لحضرتك عدد كبير جدا من الناس قبدوا تجاوب واستعدادوا تفاعل مع القافلة مبارح واعتقد ان ده اصلا هيبقى موجود على مدار الشهرين القادمين لحد نهاية القافلة في شهر مشيخ ان شاء الله دي حاجة الحاجة التانية الموضوع مش بيعتمد على انه احنا بس اللي نسوق للحاجة بشكل مركزي بشكل فردي مننا اي شريك لنا واي حد من الشباب او من الاطفال حابب انه يعمل اي حاجة احنا مدينهم المساحة ده احنا حابين ان احنا نساعدهم في ده مش بس يبقى الموضوع جاي تخطيط من عندنا احنا بنتكلم على انه يكون فيه تطفير او يكون فيه يعني توحيد للجهود فاي جهة اي مبادرة اي فعالية اي منظمة عندها استعداد او عندها فعالية حابة ان هي تكون موجودة معانا في القافلة احنا طبعا بنرحب بده بل بالاساس احنا اصلا بنحاول ان احنا نوصل ليهم ونساعدهم فيما يتعلق بهذا الشيء هتنزل الصعيد هتشرح ازاي كلمة الاحترار العالمي والاحتباس الحراري والتغير المناخي الكلام ده ازاي هتوصله لابن الصعيد وابن الدلتا باي وسيلة ما تقول ليش بروشور وبتاعات وتيشرتات والكلام اللي احنا معتدين عليه هل فكرتوا برا الصندوق دي اعتقد نقطة مهمة اه يعني لا لا خالص خالص دي نقطة مهمة جدا اعتقد الحقيقة البروشور والتيشرت والكلام ده كله ده كله شيء ومججات والحاجات لكن مش ده الاساس بتاعنا مش ده الهدف الرئيسي اللي احنا نازلين عشان نوزع تيشرتس عشان نبقى موجودين وعشان ندي يجي رايز والكلام ده 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 مش الهدف الرئيسي بتاعنا خالص الحقيقة زي ما قلت لحضرتك احنا قبل اي شيء كان فيه الطراع على تجربة كل محافظة فيما يتعلق به تغير المناخ عشان احنا ننزل نتكلم مع محافظة اصلا احنا ننزل نتكلم مع اهالي محافظة معينة او مدينة معينة لازم نبقى عارفين لأي مستوى فيه تجاوب من اهل المحافظة مع الموضوع ده لأي مستوى المحافظة نفسها متأثرة او قد تتأثر بتغير المناخ عشان اقدر ان انا اتجاوب مع الشخص او اتفاعل معه فاحنا بالفعل عملنا حصفل ده طلعنا على دراسات كتير جدا فيما يتعلق بهذا الشيء المحافظات المختلفة تأثرت هلها تتأثر فيه فعاليات تم تنظيمها في السابق فيه فعاليات لم يتم تنظيمها في السابق شوفنا الكلام ده كله وبالتالي كان فيه تحديد لحالة كل محافظة على حد احنا نكون موجودين فيها ده اول شيء الحاجة التانية المنهج اللي موجود نعنا المنهج ما كانش بس مجرد انه احنا جبنا حاجة موجودة باللغة الانجليزية وتلاجبناها لا مش كده خلص يعني ما تمش التلاجمة من اللغة الانجليزية لللغة العربية فقط تم التوطين والتبسيط فيما يتناسب مع كل محافظة المصطلحات اللي بيتم يعني استخدامها من قبل اهلينة في كل محافظة احنا حاولنا على قد ما نقدر انه يتم استخدامها في التبسيط او التوطين ازاي ده برضو يعني اعتقد جزء مهم جدا من السؤال يعني موضوع الاحترار الاحترار ده لو انا بتكلم عليه ده ظاهرة يعني هي انعكاس لتغيو المناخ مش هي الحاجة الوحيدة اللي بتوضح تغيو المناخ ده ظاهرة او جزئية من تغيو المناخ انا لو بتكلم مع الشخص على الموضوع ده انا هعرف له الحاجة فيما يتعلق بالحالات اللي هو شافها قبل كده اللي هو شاف حالة زي كده نتكلم مثلا على اهلينة في البحر الاحمر راس غارب مثلا شهادة سيول فانا منطلق كلامي مع سكان البحر الاحمر هيكون السيول اللي شهادتها راس غارب منطلق كلامي مع سكان المحيرة هيكون انهيار المباني الاسرائية اللي موجودة في رشيد او السمك اللي طلع برا بالزبط لا خاصة الموضوع السمك والبقعة الزيتية اللي احنا بنشوفها في نهر النيل انحصار يعني مستوى نهر النيل في بعض الاماكن الحاجات اللي شهادتها مدينة أسوان من فترة فيما يتعلق بالازدياد مستوى نهر النيل عند محايرة نصر وما الى ذلك فاحنا بنتكلم على انه في تضعيات كتير جدا احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا ننقشها هنكلم كل محافظة بلغتها كل محافظة بلغتها بالزبط وبالحالات اللي هي شفتها قبل كده وانعكستها عليهم طيب احنا عندنا بالفعل زي ما بنقول الجمهورية الجديدة فيها تنسيق بين المؤسسات واحنا مصر دولة مؤسسات من زمان جدا احنا لما بنيجي نقول خطة مصر في الفترة القادمة ان يبقى عندنا اقتصاد أخضر ان احنا يبقى عندنا ده ده تم بالفعل تقديمه في المناهج بتاعة الأطفال يعني حتى وزارة التربية والتعليم غيارة المناهج المعدلة اللي هي لغاية رابعة وخمسة ابتدائي الكلام عن المناخ والكلام عن الظواهر المناخية المختلفة وتغير المناخ والتغير الأخضر وكل الكلام ده موجود في مناهج الأطفال يعني الأطفال بالفعل درس الكلام ده وبالتبعية أمهاتهم اللي بيتابعوهم ده موجود في ذهنهم وده موجود عندهم خلفية فانت عندك شريحة كاملة دخل المدارس خلاص كلها أيام قليلة عندها استعداد تسمع وعندها استعداد تدي خصوصاً إن عندهم جزء عملي بيعمل بروجيكت لها علاقة بالموضوع هل بتقدروا بقاة تستثمروا القصة دي؟ ده يعني أعتقد برضو جزء مهم جداً يعني فيه تقيير أمه بيقول إنه الأطفال تحت 15 سنة هم الأكثر تأثراً بتغير المناخ في نفس الوقت هم الأقل مشاركة أو الأقل فعالية في العمل المناخي ونحن طبعاً وضحنا أي هو العمل المناخي والفعاليات والأنشطة المتعلقة التغيير المناخ وما إلى ذلك فإحنا عندنا الأطفال تحت 15 سنة وطبعاً منهم الأطفال المصريين هم الأكثر تأثراً فيما يتعلق بقضية التغيير المناخي فكرة إنه يكون فيه دور ليهم إنه هم يعرفوا إنه هم يبقى عندهم فكرة عن تغيير المناخ وبالتالي يبقى فيه حافز ليهم إنهما يشاركوا في العمل المناخي دي أعتقد نقطة مهمة جداً وهدف القافلة بالأساس هو إتاحة الفرصة مش بس للشباب لا كمان للأطفال اللي تحت 15 سنة إنهم يشاركوا في العمل المناخي طبعاً لما يكون فيه مبادرة من جانب وزارة التربية والتعليم أو أي وزارة تانية إنه يكون فيه تعريف للأطفال بقضية تغيير المناخ أعتقد ده يعني بيقرب المسافات لما أنزل أتكلم مع حد هو بالفعل عنده فكرة ووضح له إنه ممكن يشارك في العمل المناخي أنا بالتالي قد تكون نتكتي معاه أكبر من أن أتكلم مع شخص هو لسه ما يعرفش حاجة عن الموضوع بالأساس فأعتقد دي طبعاً ممكن تكون مبادرة طيبة من جانب وزارة التربية والتعليم الحقيقة بالإضافة لكده يعني فكرة حتى مشاركة وزارة الشباب ورياضة معانا تسهيل كل الإجراءات الحقيقة وزارة البيئة أنا في الكلام تقديم كل الدعم فيما يتعلق بي تنفيذ القافلة وما إلى ذلك أعتقد دي برضو كنت تكون يعني مبادرات طيبة من جانب بوضوع وزارة الشباب ورياضة وزارة البيئة عناصر الكون الأربعة الماء والهواء والجو والخلاف هل تم تقسيمها لمواد نقدر نتكلم فيها مع الناس هل حددنا كل حاجة منهم هنقول فيها إيه التغير حصل فيها إيه طيب العناصر اللي أربعة لها تكلمت عليهم دول يعني دي أصلاً يعني فيه اختلاف عليها ما بين العلماء المتخصصين فيما يتعلق به تغير المناخ من منظور العلم يعني من منظور العلم فيه اختلاف على التغيرات هل هي أصلاً مصطلح تغير المناخ نفسه وقت ما ظهر كان فيه اختلاف هل ده حقيقي ولا مش حقيقي هل إحنا مستقبلاً هنشهد ده ولا مش هنشهد ده إحنا دلوقتي بنتكلم عن ده حقيقي لكن درجة اختلاف ودرجة تأثيره على المستقبل فيه حتى اختلاف عليه لحد اللحظة الحالية فيما يتعلق بالتأثير بحج ما يبقى عامل ازاي في المستقبل لكن احنا الحقيقة على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نتكلم على الحالة بتاعة المحافظة نفسها مقدرش ان انا اتكلم بشكل عام مقدرش اقول له احنا الهوى في كوكب الارض هيبقى قد كذا انا في النهاية لو قلت الكلام ده بابتكلم بمنطلق علمي بحث زي زي لكن انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اتكلم على حالة المحافظة نفسها الشخص المزير اللي موجود في احدى الكرة يهمه ان هو يعرف الارض بتاعه هتوصل لفين المحصول بتاعه هيتغير بازاي يعني على سبيل المثال مركز تغيير المناخ في جامعة القاهرة كان اشعر لانه محصول المنجة ومحصول الزيتون وهي اهم اتنين من اهم المحاصيل المصرية كتب تكلم انت يا مصطفى على المنجة في بداية الحالة اتأثروا بشكل كبير جدا فيما يتعلق بتغيير المناخ خلال السنة اللي فاتت يعني محصول المنجة ومحصول الزيتون اتأثروا فانا لو كنت اتكلم مع المزابع اللي سواء بيزبع المحصول ده او اللي بيزبع المحصول ده يهمه ان هو يعرف المحصول بتاعه يكون عامل ازاي في النهاية وبالتالي فدي اعتقد النقطة المهمة اللي تهم الشخص اللي احنا ويحين نتكلم معه احنا مشكورك يا سيد شريف اعتقد ان احنا القناة نضغو بشكل كبير على قصة تغيير المناخ ومن خلال قفلتكم اعتقد ان احنا ممكن نوصل لجمهور اكبر ونوصل لقاعدة جمهورية اوسع و يعني نقلل الجاب او الفجوة ما بين الكلام اللي بيتقالف واسع الاعلام ما بين الجمهور اللي غادي لوقتي شاف ان الحديث عن المناخ رفاهية او يعني نوع من انواع حاجة مش متأثر بها مشكورك مرة تانية وصد شريف رفاة شاري تغير المناخ في منظمة يونسف مصر شكرا جزيلا لحرك شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا